تسول فأسأل حضراتكم حكم الشرع شرع الله عز وجل وسنة نبينا الحق في المتسول الذي يتسول دون الحاجة لهذا التسول وقد يكون على مستوى ماد مقبول وقد ينفق إلى مستوى ميسور فما إذا حكم الشرع في ذلك الشهر طيب ماشي يا سيد أحمد أن أجيبك يا سيد أحمد تفضل طبعا بالنسبة للتسول ظاهرة زي ما تكلم السائل وقال أن هذه ظاهرة ظاهرة التسول ونرى ناسا كثر يسألون الناس وهم ليسوا بحاجة إلى هذا المال لكنه اعتاد السؤال قد يكون في بيته ما يكفيه لكنه اعتاد السؤال أو يكون مأجور هو بيؤدي وظيفة التسول حاليا أصبح وظيفة نرى كثير من الناس في الشوارع يأخذ مقابلا على التسول ولو عرضت عليه أن يبقى في بيته وأن يأخذ راتبا شهريا أو أن تأخذه راتبا شهريا يرفض لأن ما يأتيه من المقابل المادي مقابل التسول أكثر بكثير مما سوف يأخذ لذلك ظاهرة التسول لا بد أن تعالج اجتماعيا ولا بد أن يكون هناك أيضا حديث متواصل عنها فيما يتعلق بالنصوص الدينية التي تمنع المتصدق أن يعطي الصدقة لإنسان ليس محتاجا إليها علشان كده حستنا نصوصنا وأدبياتنا الإسلامية على أن نتحقق من من نعطيه الصدقة قبل أن نعطيه الصدقة قبل أن نعطيه الصدقة ولك ثواب مضاعف يعني لما تتصدق وتتحقق قبل أن تتصدق لك ثواب التصدق وسواب التحقق أنت تحققت من هذا الإنسان محتاج أو غير محتاج وهؤلاء الطوافين والطوافات يعني يجب على الإنسان أن يكون حريصا قبل أن يعطيهم الصدقة أنا لا أقول نمنع بوجه عام ولكن أن يكون الإنسان حريصا لأن هؤلاء يؤدون عملا وأدون وظيفة ليسوا في حاجة إلى هذه الأموال وقد تعطيه شيئا ويذهب مباشرة إلى بيع هذا الشيء فلذلك يجب أن تعالج هذه الظاهرة علاجا اجتماعيا أيضا يجب أن يكسر الخطباء والدعاء من الحديث عن هذه الظاهرة وعن مساوئها وعن العقوبة لكل إنسان يسأل وهو ليس بحاجة إلى السؤال فإنه يلقى المولى سبحانه وتعالى ومسألته هذه في وجهه علامات يعرف بها بين الناس